حتى إن كنا نعمل على كل هذه الجوانب كان لجاما علينا أن نتناول كل الأزمة في منطقة المتوسط وتأثيرها وهذا أمرا يعد تحديا غير مصبوك يؤثر على كل المواطنين في غزة ويؤثر على منطقة الجوار كل ذلك يتطلب من هديات للتعامل مع الأزمة مرة أخرى ودعنا أقول أن واجهة الشكر لكل الأطراف الفاعلة وإدخال المساعدات الإنسانية واللوازم الطبية للمواطنين المحتاجين في غزة الولايات المتحدة كأحد طمرة الدول المقدمة للدعم لفلسطين تستمر في تنفيذ هذه المهام للدعم الإنساني نحن نعلن 130 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي تشمل لوازم الصحة واللوازم الطبية والمياه في الضفة الغربية وكذلك في غزة من أجل هذا أود أن أقول منذ 7 عام من أكبر في العام الماضي المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة وصلت إلى أكثر 1.2 بليار دولار ولكننا نعلم أن هذا الأمر ليس كافياً لابد من توفير التمويل ليس كافياً حتى إيصال المساعدات وهو أمر في غاية الخطورة لابد من إيصال المساعدات للمحتاجين داخل غزة وبالتالي أودين وأنا امأكدنا على أهمية العمل على هذا الأمر مع كافة النظراء وكان لزاماً على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات الحاسمة من أجل ضمان إيصال المساعدات للمحتاجين داخل القطع لقد وضحنا خطط معينة وإجراءات فاعلة ونتابعها في كل يوم هناك تقدماً منذ إرسال هذا الخطب إلى إسرائيل يشمل فتح المسارة الجوية واتخذ القرارة الفاعلة في هذا الشأن من أجل وضع خطة للتعاون المشترك للوصول إلى ملايين الفلسطينيين لإيصال المياه واللوازن الأساسية ولكن هذا الأمر حتى الآن وما وصلنا إليه غير كافياً لابد من دعم كل الجهود للمضي قدماً في هذا الشأن نحن في حاجة لمزيد من التقدم ونتائج أفضل من أجل ضمان إيصال المساعدات للمحتاجين المترجمات للمشاهدة